أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على عمق العلاقات بين القاهرة والسعودية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظره السعودية الأمير فيصل بن فرحان أكد الوزير أنه بصدد إنشاء المجلس الأعلى للتنصيق بين البلدين ونحن في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنصيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد رئيس الجمهوري عبد الفتاح السيسي وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وما سيمثله هذا المجلس التنصيقي من مظلة شاملة للمزيد من طعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودفع لأفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية وبطبيعة الحال وهو الأهم المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين